بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ونراجع معكم الدرس الرابع الخاص بالتربية الإسلامية لتلميذ الرابعة المتوسطة من آدابي وأخلاقي في أسرتي أول شيء ما هي العناصر التي احتاجها في هذا الدرس هل أقرأ كل شيء؟ هل كتاب مناسب؟ طيب تابع معي من البرنامج الرسمي من آداب المسلم في أسرتي أن الاحترام باستئذان الرفقة المودة والرحمة لكل واحد من هذه أهمية الآداب الإسلامية في الحياة الأسرية التعريف المظاهر والآثر إذن نعارف كل واحدة منها ومظاهرها وآثرها ومظاهرها وآثرها لاحظ معي تعريف مظاهر ومظاهر وانظر كيف أطبقه هي المظاهر ثم عندي الأثر الأثر لكل واحدة ثم السندات نفرقها على هذا الدرس طيب نبدأ بالاحترام تعريفه وإظهار التقدير لأفراد الأسرة وإعطاء كل فرد القيمة والمكانة التي يستحقها كيف أطبقه أو مظاهره تقدير الوالدين وتعظيم مكانتهما والحرص على إرضائهما أقدر إخوتي وأخواتي وأتجنب الظلم والاحتقار والاستهزاء وكل أنواع الإساءة إليهم أمارس الحوار الهادف القائم على تبادل الأفكار وأحترم الرأي المخالف وأحترم وأقدر الكبار وأرأف بالصغار هذا بالنسبة للاحترام المودة والرحمة هي المحبة والشفقة بين أفراد الأسرة ليتعاونوا على تحقيق سعادتها واستقرارها كيف أطبقها أي مظاهرها أحسن التعامل مع أفراد أسرتي أرأف بالصغار وأعطف عليهم أتبادل الهدايا وأقدر الخدمات بلطف وإحسان أكون صادقا وصريحا وأصغي إلى نصائح وتوجيهات والدي الرفق تعريفه هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف كيف أطبقه أكون رحيما مشفقا بجميع أفراد أسرتي أحسن معاملة والدي خاصة عند كبارهما أتجنب كل سلوك عنيف قولا وفعلا وعامل أفراد الأسرة بلطف وأبذل لهم المعروف وأصبر على أخطائهم حرصا على تحقيق الجو المريح في الأسرة ولا أطلب من أفراد أسرة ما هو فوق طاقتهم بالنسبة للاستئذان هو طلب الإذن في الدخول على أفراد الأسرة وفي استعمال أشيائهم الخاصة كيف أطبقه أستأذن والدي قبل الدخول عليهما وأتجنب كل ما يزعجهما خاصة في أوقات الراحة أستأذن قبل الدخول إلى الغرف أستأذن ثلاث مرات وإن لم يجبني أحد أعود مرة أخرى أطلب الإذن من والدي للخروج ولا أتأخر ولا أقف مقابل الباب بل أقف على إحدى أحد جهتيه اليمنى أو اليسرى هذا بالنسبة لتعريفها وآثارها كيف تطبيقها بالنسبة لأثر الآداب على الأسرة أثر الآداب على الأسرة الاحترام ينشر الأخوة داخل الأسرة ينمي التفاهم والتسامح يحافظ على كرامة أفراد الأسرة ويهذب النفس المودة والرحمة التراحم بين أفراد الأسرة الواحدة تقوية الروابط الأسرية تهذب النفس الرفق أثره طريق موصل للجنة زينة الأعمال ينمي روح التعاون والمحبة بين أفراد الأسرة دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام بالنسبة للاستئذان حفظ عورات الناس وما لا يحبون إظهاره لغيرهم رفع الحرج عن المستأذن والمستأذن منه نشر المحبة والألفة بين المستأذن والمستأذن منه والاطمئنان على البيوت والممتلكات بالنسبة للاستندات وأين تستشهد بها عندنا قول عزوية الوقضة ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذه الآية تستشهد بها في الاحترام في الرفق في المودة والرحمة لأن الولدين يعني كل هذه الأخلاق تمارس معهما قوله عز وجل ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذا في المودة والرحمة قوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا في المودة والرحمة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفقة وفي قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيانة فما نقبلهم نحن لا نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ هذا في المودة والرحمة وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الاستئذان الثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع هذا في الاستئذان نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته